السلام عليكم شنو مواصفات كريم؟ هو خيالي مجد وهادئ وصابور هادئ السؤال مهم شنو الكتاب اللي كريم راد يشتريه؟ ومن هو الشاعر؟ الكتاب كان اسمه إزلاند أوف سولت اللي هي جزيرة الملح لمضفر النواب احفظ هذا السؤال أيضا مهم هاي المجموعة من القصائد في هذا الكتاب اللي هو الإزلاند أوف سولت عن ماذا تتحدث؟ إزلاند أوف سولت قد لتراري سجست إزلاند with a lot of salt جزيرة بيها الكثير من الملح أن سلتي or it could be used more photographally to suggest a barn dissolved place إذن هي جزيرة بيها a lot of salt or a salty water أو ما يقول supposed more figuratively to suggest a barn or dissolved place تستعمل بصورة نقضية تقترح مكان قاحل ويكون أيضا مهجور بيه وايه وايه مالح وبيه ملح ومكان قاحل ومهجور Why had Kareem been saving for money? Kareem ليش مصطلح saving معناه أنه يوفر المال ليش هو بقى saving for money يوفر ماله because he want to be the first one by the new book يريد أول واحد أو أول شخص يشتري هذا الكتاب اللي يرجع علم للنواب 5. How many times Kareem had read النواب poems? كم مرة قرأ قصائد النواب Kareem? At least twice and found them very interested كم مرة قرأها إذن? twice يعني كم مرتين فقط 6. Why did Kareem's parents, friends and teachers all say he was imaginative? ليش كانوا دائما معلمي أصدقائه وحتى والدي يقولون علي أنه انت imaginative خيالي Because he spent most his free time reading or writing his own poems لأنه كان يقضي وقت فراغ كله بقراءة وكتابة قصائده What was Kareem's dream? ما هو حلم Kareem To be a famous poet يدي يكون شاعر مشهور شي يكون شاعر مشهور 8. Why was Kareem very surprised when everyone started clapping and cheering? لما نكلابين وشيرين الناس صفقه إله وحيوه ليش؟ ليش هو كان سربريز Because he didn't know what was happening هو ما كان يعرف شدي يصير أوكي؟ إن هو كان لكي كوستمر إن هو الفايف رقمه خمسين وفاز بتجائزة فهو ما كان يعرف فالعالم قامت الصفق هو شبي صار؟ سربريز تفاجئ 9. What was Kareem big prize? شنو كانت الجائزة مع الكريم؟ He will get to meet النواب راح يقابل النواب شخصيا 10. Was Kareem the first to buy the latest book? هل هو كان الأول اللي أخذ الكتاب؟ طبعاً no he was not أكيد لا ليش؟ لأنه لو كان الخمسين شا ما أخذ هالي prize اللي هو يقابل النواب 11. What does saving up means? in paragraph 1 بالparagraph 1 اللي بالقصيدة لاعفوا بالقصة الشنو كان يقصد بالsaving up اللي هسا قبل شونا أنا قلت لكم إن هو كان saving يعني شنو يشتري؟ يجمع المال حتى يشتري به الكتاب to lighten up some small amount of money over time so that you have enough to buy something quite expensive معناها أنه أنت تجمع قليل أو كمية قليلة من المال بمغور الوقت حتى يكون عندك فلوس وتشتري به شيء مبلغ كافية تشتري به شيء قد يكون ثمين أوكي؟ فهذا معنى saving 12. What are the characters of the story the lucky customer؟ من الشخصيات اللي كانت بهاي القصة؟ كريم عن the book book shop owner صاحب المحل الكتب وأيضا كريم 13. The story the lucky customer 15 was talking about عن منه تحكي هي عن الhard working school boy called كريم شخص مجد مجتهد اسمه كريم who wished to buy the new collection of his favorite boat اللي راد كل حلمه أنه يشتري أنه يشتري الكولكشن مع الكاتب المفضل إله بعدها وصلنا إلى 14 Why do you like or dislike the story the lucky customer 15؟ لماذا تحبها أو ما حبيت القصة؟ سؤال إنه أنت شنو حبيتها وليش؟ زين I like it حبيته because كريم was rewarded for his patience إنه حصل على مكافأة صبرة إنه هو صبر صبر أخر شيء مو بس أخذ الكتاب وإنما راح يلتقي شخصيا بالنواب What is the name of the book shop؟ ما هو اسم المحل اللي يشتري من عنده؟ الساقي shop الساقي shop اللي هو الساقي Why did Kareem won the prize؟ لماذا كريم ربح الجائزة؟ طرعا هذها مهم ليش ربح الجائزة؟ Because he was the lucky customer 50 هو كان الزبون اللي رقم 50 المحظوظ العفو اللي راح يلتقي ويا النواب شخصيا سابنتين Why was Kareem lucky؟ لماذا كان محظوظ؟ Because he was the customer 50 لأنه هو كان الزبون رقم 50 اللي خلاش يكون محظوظ هاي بالنسبة شنو؟ هاي بالنسبة لل lucky customer نجي على اليونت 2 عندنا بيتوصيل انتبهوا يا ماما يجب لكم أنا باليونت الأول قلت لكم عن إشاءة توصيل طانة أسماء ويا اسم ويا اسم وصفة ويا اسم بيونت 2 راح تلاحظ عندنا أفعال يعني هو يجيب لك يقول لك Have انت أما دقول Have a picnic أو دقول Have a rest Go to the cinema Go shopping Go fishing طرعا هاي التمرين بالاكتب تبوك page 20 20 مهم جدا يقول لك ال Have ويجيب لك يا توصيل أو يحط لك picnic أو يحط لك rest فهي بحالة ينصر Have a picnic وهذا rest ال Go نقدر نقول Go to the cinema Go shopping Go fishing أوكي وهي حتى تحطها ببالك الأمور المهمة Do a hobby kick a ball read a story score a point or score a goal spend some time أو spend the afternoon أو spend the morning أنا نتبه ماما ده ننطيك كل فعل إلى أكثر من اختيارات هاي تجيك بالسؤال matching توصيل يعني أنا يحط لك spend و أنا يحط لك مثلا afternoon أنا يحط لك spend و أنا يحط لك morning okay watch مبينة شنو يشاهد TV أو watch a game win a game أيضا borrow a book يستعير الكتاب write a letter القصة and play a game و يلعب يلعب لعبة فهاي مثل ما قلت لكم أفعال وكل فعل إلى أكثر من اختيار ممكن أنت تختار له فتركز لإذن أول matching one اللي برحة أخذنا يوم بتاني ماتشنج بيونة 2 تركز لي علي تمام زيان راح نيجي على قصة بيونة 2 اللي هي a TV comedy اللي هي كوميديا التلفزيون اللي تحتي عن لوسي هاي القصة برأيي كلش أحبها كلش مسلية ومتعة وكلش سهلة وتنحفظ بسرعة start with the first question how old is Lucy كم عمر Lucy 16 years old 16 سنة who is Samara من هي Samara she is a character in a TV comedy هي شخصية برنامج comedy what does Lucy play in a TV comedy هس نحن قلنا هي Samara سيرجعش يقول يعيد الفرر السؤال يقول لي منو هي لوسي بشنو لعبة دور بال TV comedy Lucy plays Samara لعبة دور Samara a daughter in a traditional family ابنة من عائلة يعني في عائلة traditional تقليدية زين أربعة who does Samara live with ويعمل تعيش Samara she lives with her mother, father and young brother تعيش مع أب والأم والأخ الصغير five where did they stay on a holiday where معناها شريد مكان أين أقام العطلة in a fancy hotel with the swimming pool شنو بي هذي الهوتيل حوض صباحة six Lucy take farang in TV comedy Lucy اغذت the main part or the small part طبعا the main part اللي هو الرئيسي وال small يكون الثانوي أو الدور الصغير إذن Lucy لعبة دور المين الرئيسي بالقصة بالكمية التلفزيوني اللي أدتها seven what did Samara's brother put on his hair شنو خلى على شعره he put a cleaning fluid on his hair خلى مسحوق أو سائل تنظيف على شعره eight why did the mother dislike the tea الأم ليش ما حبة تلتي مالتها الشاي اللي الطهية because it tastes awful شنو أوفل مذاق سيء nine who is taking the main part in TV comedy من اللي أخذ الدور الرئيسي بTV comedy أكيد Lucy ten how is Samara's brother كيف يبدو he is very clumsy clumsy غير متزن أوكي أو احنا نقول عليه خبيث eleven what did Samara's brother put in his mother's tea إحنا قلنا التي الأمة حبتها dislike why إنه كان أوفل زين ليش أوفل إش صار إش سوى أخو سامارة تحط به he put salt inside of sugar حط ملح بمكان الشكر where did Samara's brother fall أين سقط أخو سامارة he fell in the pool in the pool هس تركز لي على شنو حيشانا إذا أجتب صيغة أسئلة وأجوبها إذا أجتب هاي الصيغة اللي هي true or false right true or false Samara's brother is clumsy هل هو savage true Samara sorry is the name of the girl Lucy plays هل هو اسمها الفتاة اللي لعبت دور Lucy true زين Samara's brother is older than her هل هو أكبر منها false إحنا قلنا منو قال إحنا قلنا she lived with mother, father and young brother 4 Samara's mother like her tea حبة تتشايم علىها false ما قلنا عليه أوفل 5 Samara's characters full in the pool وقعت في المسبح no ليش لأن مو Samara's characters مو شخصية Samara هي اللي وقعت بالكاركتر بالعفو بالكاركتر بالكاركتر بالبول منو اللي وقع بالبول Samara's brother وليس character تمام The last one Samara's brother Go very wet هل صار كلش مبلل ملابسة الثلت طبعا Of course true لأنه وقع في المسبح اللي هنانة I will stop today إن شاء الله باجتر راح نكمل القطع الموجودة بيونة 2 و 3 حتى نكون نختم قطع الكتاب وأهم الأشياء الإملاء بهاي اليونيتات So I will stop here I will stop here